طيب برج الحمار راح نشوف طاقتك. طاقتك راح تكون هون. طبعا اذا بس قصتكو وانت لسه مدخلين في الطاقة. فبقدر تاخد الكراء اليك. او ليش انت يمكن عندك نقص اموال او حاليا انت بتمر نقصة عمل رحيل من العمل. احتمال انت بتحس بالوحدة لانك انت فقط شخص غالي عليك. احتمال يصبح عندك وفاة اشخاص طبعا مغاشر عن جميع. لكن احتمال في وفاة شخص اثرت عليك جدا. وانت حاسس انك انت وحيد بدون هذا الشخص. والبعض منكم نقص في الاموال او خسارة في المال. انت شاف في شخص وراك متجمد جدا. واحتمال عشان الامر تقول انت مديرك في العمل فصلك من العمل. اتسلط عليك هذا الشخص وظلمك. واذا قراءة عاطفية فانت شاف الشخص هذا انه متجمد متسلط وظلمك. بالاكدر انت مظلوم في هذه القراءة انت يعني حاسس بالظلم. حاسس بالظلم. خلينا نشوف. الشخص هذا احتمال يكون مرتبط في عمله. احتمال الشخص يكون متزوج وغير اتجاهه من اتجاهك انت. لنحيطك انت. اتمنى هذا الشخص يكون متزوج. وارد كبير. واحتمال انك انت الشخص هذا ابعدك عن العمل. ابعدك عن العمل. تسبب في بعدك عن العمل. الشخص هذا حاسك انك انت اذا قراءة عاطفية طبعا. الشخص هذا حاسك انك انت متباعد جدا. اختفيه. تباعد عن طريقه. انت زعلال منه كثير. وطبعا هو بدور على فرصة تانية معاك. بس البعض منكم هذا الشخص رح كونه مرتبط. هو بدور على فرصة بحاول يفكر او يلاقي فكرة انه يوازن بينك وبين شخص اخر. ويطلب منك فرصة اخرى. او يكون معاك بداية جديدة. اتمنى هذا الشخص متزوج. متقيد. واحتمال في عمله او اسرته هو متقيد فيها. واحتمال انت حاس من ناحية هذا الشخص انه هو غدرة او خانك. تدخل طرف اخر بناتكو. واحتمال يكون تدخل من طرف من طرفهم من الاسرة. الاب او الام او العم او الجد. شخص كبير في الاسرة. كمان انت حاسس سبب حزنك شخص كبير من الاسرة. كمان انت في اسرتك شخص حرمك من الميراث او اخد حقك. انت هذا احساسك الفقدان الخضلان الوحدة الشعور بالألم. طيب خلنا قبل ما نبلش. ننشوف اول اشي. المرتبطين. هل اشي الشخص هاده كيف بيفكر فيك? كيف شايفك? وشون نقاط القوة فيه على النقاط الضعب? والشخص هاده اشي هاده مخبى عليك يعني اتخال قلنا شو مخبى عليك في للمرتبطين طبعا. هاي كراءة المرتبطين طبعا لنا الهايبرستيز. يعني فيه سر مخبى الشخص هاده. فيه سر. الحمل للمرتبطين نشوف الحمل. طب الشخص هذا للمرتبطين شايفك انت شخص مستقر هاده ملتزم في منزلك شخص بتحب عملك شخص بنزر لعائلتك بكل استقرار. وشخص هاده وزكي زكي جدا. ذو الطبوع هاده جدا. طب خلنا نشوف شو اجاكو. هون بحكي لك. آآ ياس ديز يور سول ميت. ان الشخص هاده للمرتبطين هاده آآ السول ميت تبعك. آآ هون بحكولك كمان امنح علاقتك فرصة اعمل على شراكتك. وهون بحكولك في آآ آآ اه اف يو طيب. وهون بحكي لك اذا كنت تصدق وهون بحكولك تحسين الصحة في تحسن في صحتك. هون ازا انت بتصدق او لا في اشي انت ازا بتصدق او لا. هون بحكولك اعمل على شراكتك. آآ الشخص هاده السول ميت تبعك. وخلينا نشوف. الشخص هاده هو الاشي يشارك انك انت متريد جدا. انت قبل ما تاخد القرار في العلاقة تعتكو للمرتبطين. هو شافك انك انت بتفكر جدا جدا وصبور. هو شايفك صبور. صبور جدا. انت فكرة تقريبا انت مساحمل هذا الشخص. استحمله جدا. آآ الشخص هاده. آآ يعني كأنه بئيس. آآ او استنزل في طاقة في الصبر. في طاقتك في الصبر. الشخص هاده كمان نقطة القوة في علاقتكو هو التوازن. والعطاء. يعني متل ما انت بتعطيه هو يعطيك. ومتل ما هو ما انت بتاخد منه تعطيه. ومتل ما هو باخد منك يعطيك. فنقطة القوة في علاقتكو انتو المرتبطين في برج الحمل. الحمل هو التوازن. هذا الاشيء اللي بيقويكم. لان انا شاف نقطة الضعف للسون. اذا عند اخدها آآ هي طاقة مستنفزة من عندكو. طاقة خارجة عندكو. او بدي اخدها بشكل مقلوب لان هي راح تكون مشكلة هيا نقطة الضعف. انه هي عندكو فيش بداية جديدة. او فيش روح في حياتكو. او في زواجكو او في ارتباطكو. اه ما فيش اشراقة جديدة فيش اش جديد. وكأنه روتين عندكو روتين. لانه شافك انك انت مهتم بعملك جدا. او مهتم في الاطفال او مهتم في منزلك. اه فقط مش مهتم في المشاعر. اه الشخص ده يمكن احتمال انه بستنى فيك تعطيه فرصة او قرار اخرى فيه على قطبه. احتمال تكونوا انتو في بينكو اه شوية نزاعات. والشخص هذا بانتظرك تعطي قرار. وكانك انت عندك نفس طويل لانك تعطي قرار للشخص هذا. كان زوج او اه زوج او زوجة طبعا اذكروا الامتة. او رجل او امرأة. اذا كان شخص خطوبة اهتمال انه الشخص هذا احاسس من نحيطك انك انت شخص بس عملي. وبتفكر بس بالنقود. وبتفكر بس بالاسرة او بتفكر اه بعقلانية وانت رامل مشاعر ولك. انتو النقطة الضعف في علاقته هي البداية الجديدة. انتو بتجو بداية جديدة. وهون بحكولك انه فرصتك تستحق انك تعمل على شراكتها انك تعطيها كمان فرصة. ان الشخص هذا صلمي. واذا انت تعبان صحيا. انت فعلا ظهر عندي في الطاقة. انت حاسس بوحدة وبقلمه. فهون النقطة الضعف عنكو انه مش بداية جديدة. انتو مش معطيين فرصة لعلاقتكو انها تتصلح. لانه بسبب احساسك انه الشخص هذا خدرت. ومخبي عنك سر. وانت ده اتعرف شو السر هيدا. وانا كمان تعرف شو السر هيدا. خلينا نشوفي الكوكروة الثانية. عشان نشوف الشخص هذا شو نخبي عنك. لان نقطة القوة عنكو انكو تكونو. خلينا اشوف وشافك ايمكن انت مسيطر اكتر منه او بتحب تسيطر. وهذا الشخص شو نخبي عنك. انت. حاس ان الشخص بخدعك. متغير عليك. مثلا نستنزف طبتك لانك عشان هيك انت بدك صحتك ضعبانة. احتمال انك انت صبت تنهيار عصبي منه. حالتك النفسية. مش شرط بس الجسدية. احتمال ان انت نفسيا تكاد انت تنهار. بسبب هذا الشخص. طب خلينا نشوف شو نخبي عنك. الشخص هذا البعض منكم كان فيه علاقة اخرى. وهي العلاقة ماتت. لكنه مخبي عنكم انهو طلع من هاي العلاقة. احتمال الشخص هذا مخبي عنكم انهو بلجأ للروحانيات. ولشخص مثلا بقرأ فنجان. عند الروحانيات عالية بقرأ افكار. الشخص هذا احتمال بيخبي انه بروح له مسلا بيشيوخ المندل واشياء هيك. بيتعملوا مع الروحانيات والفتاح والاشياء هيك. الشخص هذا كان فيه علاقة وانتهتها العلاقة. هو مخبي انه انتهت علاقتكم. انت اعفر انتهت العلاقة الاخرى. طرف اخر دخل بناتكم. الشخص هذا نقطة الضعف اللي في علاقتكم انكم بدكم بداية جديدة. بهجة جديدة لحياتكم. فرصة اخرى ترجعوا. تتوازنوا بين الاخذ والعطى. لانه القوة فيه علاقتكم انه تكونوا متوازنين ماديا ومعنويا ونفسيا. لانه انت شكلك كأنك باس خلاص صار افكيرك في الاستقرار والمال فقط. مش المشاعر والشخص هذا شو بيساوي في حياتك. نيائيا. هو شافك انك انت بطيوة كأنك انت بتخطط له مثلا تكشف هذا الشخص. عمالك بتخطط له تعرف شو هو مخطي بالزبط. لكن اذا بتقول العلاقة هي ترجع مليحا لانهم هون بقولوا لك اشتغل عن العلاقة هاي. هون تقول لك اذا سود معنا انت العلاقة هاي بدها بداية جديدة. وانك تشغل انك تحيي هاي العلاقة لان الشخص هذا هو سلط. طيب خلينا نشوف انهم مفصلين. شما شاعر الشخص من ناحيتك كيف يفكر فيك وكيف شايفك في الماضي وكيف شايفك بعد الانفصال وشن وهي من ناحيتك هل سوف يعود اما. طيب هون خلينا نشوف هون بحكو لك اه في المستقبل القريب لما في رجعة طيب هون بحكو لك استمع لروحك الداخلية. وهنا خلينا نشوف الرومان شو بحكو لك كمان اه 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 ادع اصدقائك يساعدوك وطلق الدعم من الاخرين واقبل. انت بدأت مساعدة في هاي العلاقة. وكمان بحكو لك ابدل المجود. الحب الكبير يستحق اتخاذ الخطوات التي نسترشدها. عشان انه اه انت في خطوات ببالك استرشدها داخلك. اخدها. لان الشخص اذا شكله بحبك. بس خلينا نشوف برد عشان نتأكد. لكن خلينا هاي هو. طيب. اول شي الشخص هيدا مشاعر من ناحيتك الحب المتوازن. انت شايفك انت احتمال هو شايفك انت مستقر وانت بتقدر تسيطر عم شاعرك وقلبك. عفوا على عقلك. او عقلك مستيطرين عم شاعرك. لجنك شخص متوازن جدا. شايفك انك شخص طيب وحديد. وحديد القانون. لكنك اه 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 بتعرف تاخد قرارات صح في الوقت الصح. طيب هو كد بيفكر فيك احتمال تكونو انتو اه 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 مع بعض في العمل. احتمال انتو تكونو مع بعض في العمل. لانه في الماضي كان شايفك انك شخص اه اه مش عملي شخص قادر انك تحمل مسؤولية. في العمل. لانه احتمال انكم تكونوا مع بعض في العمل واللي طبعا مش في العمل مع بعض فالشخص هذا شايفك انك انت شخص خلنا شوال شو بفكر فيك احسن اينا اول اشياء ان احنا احكينا شو بفكر فيه وبيفكر على فكرة يدفق معك يدخل معك في اتفاق شخص هذا دخل طرف بناتك ونزع هذه العلاقة نزعها وانت احساسك بالغاية انت اللي في الانفصال انت احساسك انك انت مغدور جدا من الشخص هذا وكأنه دخل طرف ثالث بناتك وكان شايفك في الماضي انك انت شخص صامت وبتتحمل ايه مثلا مصائب هذا الشخص متحمل منه الذي لا يضاقه هو كان شايفك في الماضي انك انت شخص بتقدر تتحمل لو دخل طرف في العلاقة انت قادر تحمل ايه الواجه هذا وللبعد منكم الشخص هذا كان اذا كان كنته في العمل فهو كان شايفك انك انت قادر تتحمل مسؤولية العمل لوحدك بدون مساعدته الشخص اللي بفكر انه يدفق معيك انه ايه تعمله مسلا ايه عمل جماعي والبعد منكم بفكر انه خليك تستطلع على الشخص الثالث اللي دخله بناتك ويعطيك مسلا مبررات لعمله او لفعلته هاي لكنه حاليا في الحاضر شافك كيف شافك انك انت شخص دبلوماسي عملي جدا شخص عندك طاقة رهيبة من ناحية العمل وكان شافك في الماضي انت عندك طاقة لكن انت تحمل فوق ما قدرتك لكنه حاليا شاف انه هاي مش فوق ما قدرتك حبك للعمل او حبك للحياة هو لو انخليك عندك طاقة انت مش فيش عندك طاقة بس هو كان فاهمك غلط وكان يزيد عليك في كل شيء مثلا يتجاهلك مثلا خليك تنتظره لفترة طويلة يبعد عنك فجأة ويرجع فجأة فكرك انك انت رح تطل تتحمل وتتحمل وتتحمله لانه هو شافك انك شخص انت عندك قدرة على تحمل المصائب او المسئوليات مسئولية العمل مسئولية الاسرة مسئولية الحب مسئولية المشاعر هو كان شافك هيك لكنه حاليا شافك انك انت شخص لا تقبل في القليل شخص انت ذكي جدا وانت بتفهمه عالطاير بدون حتى ما بدك مبررات مثلا هو بجهز لك مبررات لمسلا اللي عمله فيه لكنه شافك انك انت شخص ذكي وشخص انت قبل ما هو يسبقك في الكلام انت بتسبقه في الكلام او في الحقيقة قبل ما ايه هو يكشف لك الحقيقة انت بتسوى بطل انت فاعلت كذا بكذا انت مسلا خلت ان انت دخلت رفتيات انا شفتك مسلا مع شخص اخر هو شافك انك انت لماح وزكي جدا وشافك انك انت شخص جدي وعملي ونوري جدا وشخص حقيقي بتحب عملك وانت تفني نفسك لعملك لمن حبك لعملك مش لانك انت بتحمل فوق مسؤوليتك وهيك هو بفكر انه يامل معاك مشروع لانه هو شافك طاقة رهيبة يعني انت شخص فنان شافك شخص فنان عندك حس الفن هو بفكر انه انتو يمكن اشخاص حرفيين يمكن انتو في العمل مع بعض في الرسم في الفن اذا شخص يعرض عليك فهون بقولولك استشير اصدقائك وتقبل رأيهم اذا شخص اذا تدخل الطرف من اصدقائك المشتركين عشان يتميس صلح بناتك او مسلا يعمل انه بده في العمل انت وصديقك مع بعض ويبعد صديقك حتى يحكي لك انك ارجع العمل عشان احنا ننضم نعمل مجموعة واحدة والشخص هذا من ضمنه من ضمن هيا المجموعة احتمال انتو مسلا مهندسين مهندس معماري احتمال انتو تشغلوا في لوحات فنية دكورات في المنزل دكورات منزلية دكورات او تشتول مع بعض في الدعايات تعملوا دكورات للدعايات او اعلانات ديزاين اعلانات انه هو شافك انك انت عندك ذكاء رهيب وشافك انك انت عندك كل يوم اش جديد عندك كل يوم اش جديد وعندك حس فني في موضوع مثلا الدكورات الاعلانات البناء الهندسة او انتو اشخاص يعني عندكو مثلا اجتماعات دائما مع بعض انت بتعطي نصائح جميلة او بتعطي قرارات ذكية جدا ويستغربك الشخص هذا لانك انت عندك حلول ذكية جدا طيب الشخص هذا شن هو وياه هل سيعود هون بقولولك في الاسابيع القليق او في المستقبل القريب بس انا شايف يعني الشخص هذا اول اشي ان هو وياه انه يحزن على الخسارات الخسارة هو حاسس نفسه ما خسار خسرك للاخر عشان هيك هو بيدفئ هو احد اصدقائك انه يدخل بناتكو ويرجعت للعمل يمكن الشخص هذا مديرك في العمل يمكن اكبر منك في السنة فهذا الشخص نوايا نفس الكرتين تخيله الشخص هذا بديلم الكسات المسكوبة عن طريق القصدقاء الشخص هذا بيفكر يدخل صلحة بناتكو عن طريق حدا بيعرفك انت اصدقاء اقارب شخص تالت بناتكو الشخص هذا بيفكر صلحك لكن السلحة رح تكون واقفة عليك انت الشخص هذا يدخل بالاصدقاء يرفع القبيعات اللي بسببها انت يعني عالمك شخص هذا يدخل طرف تالت بناتكو عشان يسلحكو مع بعض هون بلو لك استشير الاصدقاء مشالط وتقبل رأيهم مشالط وانه الحب الحقيقي يستحق انك انت مثلا تغفر تسامح تسترشد نفسك هل يصح او لا يصح وان قلول لك اسمع لي روحك الداخلية لازم تسمع لي روحك الداخلية وتسترشد نفسك ان الحب الحقيقي يستحق الشخص هذا بحبك يشايفك انك عملين بشاط الفنان ومبدع الشخص هذا هالذيود احتمال في المستقبل القريب لما يبعد هذا الشخص يشوف هادي رح تتم الصلحة او لا طيب خلينا نشوف الصحة يا برج الحمال اول اشي انت صحتك منيحة جسديا انت صحتك منيحة لكن نفسيا لا انت نفسيا مشطط مشوش وكأنه يمكن هالقصة مأثرة فيك جدا حزين وانت حاطك نفسك في دائرة الكلام او بتسمع كلام كتير او انت مثلا الناس بوجهوا لك كلام بجرحة انت ملكستك انت مرتبط وكأن الشخص هذا غادرك وصرت حزين نفسيا وانكبت وكأنك انت بدك اصلاح تأهيل نفسيا من اول وجديد انت مشتط مش عارف تبلش في احلامك مش عارف تبلش في عملك مش عارف تاخد قرارات صح بسبب انه انت زي شويك كأن العالم كلها اجت عليك كأنه يعني الكل غادرك او خانك او حقوقت الاشخاص وفجأة اشخاص صاروا يمكشفو لك فانت مش تعبين جسديا انت تعبين نفسيا عندك اكتئاب انت عندك اكتئاب عندك اكتئاب مش جسديا هون بحكولك استوب تكينك 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 اشكلكم تعبينيين يا برج الحمل مصحتكم منيحة لكن انتو مشوشين وعنكو كقابة وحالة نفسية شوي مدمرة انتو حسين نفسكو في الهالة مش مبسطينيها كأنكم حسين بانه في سياج حواليكو انتوش قدرين تفكوا نفسكم منه نهائيا. وهنا احنا حكينا انه في صحتك راح تتحسن يا برج الحمل وهنا نفس اقول لك ان اختيارات صحية اتخاذ خيارات صحية في الحب وفي الحياة وحب الذات والرعاية الذاتية. وهنا نقول لك لازم تحب ذاتك وتختار صح ولازم تكون اختيارتك صحيحة وصحية. عشان هيك انت لازم يعاني بما معناه انك تحب نفسك. مما انت نفسيا تعبان مش جسديا. انت حاست نفسك انك انت بتلف نفس الدائرة ونفس الناس بتكرر حواليك. وكأنك مصدوب في الناس انك كشفت انت عن وجوههم من جديد. احتمال انك انت تكون حاسس ان الناس الهالة او الطاقة السلبية محاولتك بسبب الاخرين مش بسببك انت. كنا عكسين الحظ السيء عليك. طيب عمليا انا شايف ان عملك وراح يكون في المرات القادمة او في لا قدام شوي راح يكون عندك عمل من الماضي. من شخص انتو كنتو تشتغلوا معايا. احتمال هذا الشخص يكون للمنفصلين. انكو كنتو تشتغلوا معايا وراح ترجعوا تشتغلوا معايا في الماضي. لكنه اعادة ماضي في العمل. اعادة في الماضي ومحاصرة في الماضي. واذا في حد اخذ منكو مبلغ مال راح يردو لكم اياه. اذا انتو كنتو تشتغلوا يمكن في البناء في العمل في في المنازل. الترتيب اثاث مثلا انتو راح ترجعوا لعملكو في هذا المجال. احتمال للبعض منكم انتو في عمل مجال تجميلي. وراح نعرض عليكو فرصة. من شخص. مجاله في المراكز التجميل. الى البعض منكو راح يكون عمله في الاستشفاء. يكون طبيب نفسي. حيما انتو تتوجهوا لطبيب نفسي وترجعوا لعملكو بعد بعد ما ترجعوا ما تتوجهوا لطبيب نفسي راح ترجعوا لعملكو القديم اللي غسرتوه بسبب زعالكو ودعبكو. وكبتكو. احتمال للبعض منكو بتشتغلوا في عمل الفن الصوتي الغنائي يعني. وراح ينعرض عليكو فرصة او راح تقدموا في الغناء. للبعض منكو راح يكون حد يعجد عليها يعمل في الازياء في الموضة في الازياء في الملابس تناسق الالوان او يشطل مثلا الخياط للملابس محل ملابس يفتح محل ملابس فيش فيكو ناس راح تعيد عملها اللي خسرت فيه بسبب شخص ما مرأة في حياتها. خلينا احكي بكل ابراج. برج الحمل. فقط. وهو البرج السرطاني. برج التالب. برج الحوت والعقرب. برج الاسد. برج الميزان. برج العقرب. وبرج السرطان. وعلى الهوائية والمائية يعني مثلا الاسد والطور والنسل او السقر بدل على العقرب والعدرق. طيب. طيب. عنا طاقات هوائية مائية ترابية كل الطاقات موجودة اللي تغيق اكتر اشي على القراءة اللي هي الترابية. فان شاء الله تكون القراءة عجبتك يا برج الحمل. وحكول قصتكو هل انت عجاد مخدولين وتعبالين نفسيا من الاشخاص. تمام انه في طاقة انتو شايفينها سلبية في حياتكو طاقة حسد او غيرة او طاقة خليتكم تجمدين في الحياة. وان شاء الله بتمنى انكم تطلعوا من هاي الحالة في تقدم لكن بس تطلعوا من حالة الاكتئاب اللي انتو فيها. وفي اشخاص رح يرجعو لهم شخص من الماضي لكن بعد تدخل طرف من الاصدقاء من العائلة من اي حد. بتمنى تكون القراءة عجبتكو لا سبحانه اذا كنت جديد معنا في القناة يشترك. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر